اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من الموقع بوست يحصل على وثيقة الحوثيون يخصصون يوما للاحتفال بقتلهم من الصحوانت طفل يتحدث من خلف قطبان الميليشية قتلوا ابي قبل ان يأخذون الى السجن صحيفة عربية تتحدث عن محافظة اب من لم يمت بالحرب حاصرته الامراض واخيرا من البيان الصين تبني سكة حديدية في تسع ساعات فقط اهلا بكم حصل الموقع بوست على تعميم وجاه يحيى الحوثي وهو شقيق زعيم الجماعة ووزير التربية والتعليم في حكومة الميليشية الى كل من امين العاصمة الصنعاء ومحافظي المحافظات ومدراء مكاتب التربية والتعليم في الامانة والمحافظات طالب فيه بالاحتفاء بما سمي يوم الشهيد الذي ابتكرت مناسبته ميليشية الحوثي وتحتفل به كل عام ووفقا للتعميم فقد وجه القيادي الحوثي باقامة الندوات الفكرية حول ذكر الشهيد في المدارس الحكومية والاهلية وتفعيل دور الاذاعات المدرسية للحديث عن المناسبة وتخصيص محتوى المجلات الحائطية للحديث عنها يضيف الموقع الشهداء الذين يتحدث عنهم القيادي الحوثي هم قتل جماعته الذين تم تجنيدهم وسقطوا في المواجهات مع الجيش الوطني والتحالف العربي طوال المعارك الدائرة منذ العام 2015 يتابع الموقع تأتي هذه التحركات في سياق غسيل الأدمغة التي تواصلها الجماعة الحوثية في أوساط طلاب المدارس وبعد حملات تجنيد مكثفة للعديد منهم بشكل إجباري اليمن التي كانت الملاذة الآمنة للصوماليين الفارين من حربهم الأهلية أصبحت المكان الجديد الذي يفرون منه وفقا لعنوان موقع يمن مونتر الهجرة الدولية تعلن إجلاء 132 صومالي من اليمن إلى بلادهم قال الموقع أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت إجلاء دفعة جديدة من اللاجئين الصوماليين في اليمن طوعا إلى بلادهم وأفادت المنظمة أنها قامت بعملية الإجلاء العشرين عن طريق البحر من ميناء عدن لمائة واثنين وثلاثين فردا من اللاجئين الصوماليين وأضافت أن هؤلاء من من يرغبون بالعودة إلى بلادهم وأن الإجلاء تم بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وأضحت أن عدد الذين تم إجلاؤهم من قبل المنظمة الدولية للهجرة في اليمن وصل إلى ألفين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين فردا ليست عريضة تعزية فقط بل تدوينا على هامش انطفاء مناضر لا يكرره الزمان مرتين واشمون عليك في الزمن الذي عاشه محمد القدس نبيلا وقادرا على اشتراح ما عجزنا عنه جميعا هكذا كتب عمار سواء مقاله الذي تحدث فيه عن فقيد الإعلام الزميل محمد القدسي الذي استشهد قبل أن يتمكن من تصوير واقع حال وطن كان يحلم به ويقول الكاتب في مقال ورد في موقع قناة بلقيس تقودني الطريق لمواراة رفيق الحرية والضوء الفبرايري العتيد مثواه الأخير وكأنني أمضي لدفن مدينة من الرجال لا شخصا واحدا عاش بجسده النحيل يقهر الخذلان والخيانات والخيبات يضع خطاه على درب مسيرة طويلة يعرف أنها ستنهيه قبل أوانه واختار المضي فيها محمد صنف لا يتكرر من الناس تشعر أنك مؤمن بالقضية التي يحملها وينافح عنها وأن هناك الكثير من الكلام الذي لا بد أن تقوله لبعضكما ولكن حين يأتي أوان القول أتذكرك يا رفيق الحرية في رحلة طويلة اقتسمنا فيها الفكرة والجوع والقهر والإرادة بحثت عن الوطن الذي ضيعه تهاقنة الضلم والقهر والاستبداد في دهاليز قصورهم وحسابات أرصدتهم البنكية وعن جهية حراسهم وصفاقة فسادهم بحثت عن وطن سقط في وحل النضالات الزائفة وطحنته أقدام القبيلة وبيادات العسكر كما تطحن الرحى بحثت عن وطنك ووطننا جميعا سعيا لأن تكون مواطنا في بلد فاته أن يكون وطنا في بلد يتورث أدعياء النسب والقبيلة وأنت في مسعاك لا تملك غير الفكرة والوعي سلاحا تشق به ظلمة المسعى وغيابة الجب بحثت بقدميك تحفر في وعي الزمن تعاريج طريق يمر من خلاله جيل الحرية تذكرتك يا رفيق الحلم بوطن يتساوى فيه جميع أبنائه وتتساوى فرصهم تحت مظلة القانون والعدالة سأنظر الآن في ملفاتك الكثيرة وفي رحلتك المضنية للانتصار لقضية الإنسان والوطن قضية تعز التي آمنت بها سأتذكرك روحا لهتافات الثورة ومسيرات الحرية وأتذكر كم شعرنا بالخجل مقدراتك على الاستمرار مناضلا بصمت وأنفة لم تكسرك المآسي أو تقهرك المشكلات تحاول كل محافظة اتخاذا ما تعتقد أنها معالجات لإنقاذ وحماية العملة الوطنية أمام الدولار ووفقا لموقع المشاهد نت قوات الأمن تغلق محلات الصرافة في محافظة شبوة قالت مصادر محلية في محافظة شبوة إن قوات الأمن أغلقت عددا من محلات الصرافة المخالفة لأسعار الصرف الرسمية التي حددها البنك المركزي اليمني وأوضحت المصادر أن قوات الأمن شنت حملة إغلاق محلات الصرافة المخالفة واعتقال مالكيها في مدينة عتق مركز محافظة شبوة الجدير بالذكر أن السلطة المحلية كانت قد اجتمعت أمس الثلاثاء مع مالكي محلات الصرافة وفي الاجتماع اتفقت السلطة المحلية مع الصرافين على الالتزام بسعر الصرف الرسمي وعدم التلاعب بأسعار العملات أهم الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المدن وردت في عنوية صحيفة أخبار اليوم أبرزها قيادات بالمقاومة تعلن رفضها طرد الحكومة من عدن وتحذر قيادة الانتقال وفي العاصمة المؤقتة أيضا تشييع مهيب لجثمان رئيس المجلس الأعلى للحراك وعنوان قيادة التحالف في عدن تلتقي عددا من القيادات الجنوبية وسط مخاوف من مصادمات مسلحة وعنوان آخر التحالف يقصف مطار الحديدة بعد ساعات من إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا على الخوخ وميدانيا الجيش الوطني يكسر هجمات الميليشيا غرب مارب وسقوط قتلى وجرح وليس ما يهدد الديمقراطية الأمريكية انقلاب عسكري ينفذه أصحاب النظارات القاتمة والسوداء فما يهددها هو إذخالها بألاف الجروح النازفة هذا مقتطف من مقال كتبه فيليب بولي ترجمته الحياة ونشرت ويقول في جزء منه حول أهم منصب في العالم ترامب ليس ديكتاتوريا ينفذ مخططا سبق إعداده لقد بلغ البيت الأبيض مع فريق حملته الضائل الحجم ولم يكن مستعدا للحكم مضى عام على حكمه ولا يزال أكثر من 159 منصبا فارغا في إدارته من 459 منصب وترامب لم يكن شاغله يوما النهج الترامبية فهو لا تشغله السياسة ولا الأيدولوجية ولا تحتدي رئاسته على أفكار ولا تهتدي برؤى لذا أوكل إلى الجمهوريين في الكونغرس السياسة الداخلية وإلى الجيش السياسة الخارجية والباقي خدمات ومكاسب يغدقها على أصدقائه وعائلته ونفسه يقول إزراكلاين صحفي بارز وصاحب موقع فاكس الإخباري ويجمع ترامب بين اللامبالات والافتقار إلى الكفاءة والجشع وهو مصدر خطر كبير على الديمقراطية فهو لا يأبه بالتحقق من صحة ما يقوله ولا يؤتمن على أمر ما وقد يذيعه ما أن يسمع في وقت عمل الحكومات والديبلوماسيين يدور وراء الأبواب المغلقة في الكواليس وليس من عاقل قد يسر إليه بشيء أو يفاوضه على مسألة فهو سيغرد بعد دقائق على تويتر ما قيل له وسمع يقول جيفري أينجل مدير مركز التاريخ الرئاسة في جامعة ساؤثرن ميتودست يعم القلق والفوضى جهاز الأمن القومي كله وتنخره نزاعات داخلية ويضحض الرئيس دوريا ما يعلنه الجهاز ويبدو أنه لا يستسيغ غير الرجال الأقوياء المستبدين في أسقاع المعمورة ولا يمسك عن تهديد الحلفاء وأجمع أربعة قادة من أمريكا اللاتينية بعد عشاء مع ترامب على هامش مجلس الأمن في أيلول الماضي على أنه مخبول كانت عينه تلتقطان كل الموجودين خلف القطبان كان يتأمل الأطفال والأمهات والزوجات اللائحة ضرنر الإطمئنان على أقاربهن المعتقلين بالسجن المركزي بصنعاء لكن هناك سجين بلا زوار إنه حمد مبكوت 13 عاما طفل نحيل البنية أسرته جماعة الحوثي بمحافظة الجوف وأوضعته السجن بعد أن قتلت والده الصحوانيت استمعت إلى قصة الطفل الذي قتلوا والده وحرموه طفولته وشردوا أسرته وقريته وزرعوها بالموت والألغام يقول الطفل حمد لأحد الزائرين للسجن هؤلاء قتلوا أبي ظلما وعدوانا قصفوا قرية قتلوا العديد من الأطفال شردون من بيوتنا ونحن بين الخيام والبرد والجوع يتابع بيوتنا فجروها وخربوها وزرعوا أرض الجوف بالألغام كان الطفل حمد يتكلم بحرقة عن أرضه التي أشعلها الحوثيون بالدمار والحرب عن أقراره الذين أخذوهم لجبهات القتال وعاد الكثيرون جثثا هامدة عن مدرساته الصغيرة التي كانت تحوي ستة فصول مزدحمة دمرتها آلية الحوثي وقتلت حلما آخر في حياته يضيف حمد للصحوانت أسرة تعيش في مخيمات النزوح تحت خيام ممزقة ننتظر المنظمات تأتي لتوزيع بعض الأغذية التي لا تكفي إلا مدة بسيطة وبقية الأيام كنا نبحث عن ما يسد جوعنا بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أردته الصحف العربية والعالمية لإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة فاتقوا معنا قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام أهلا بكم الجديد قالت صحيفة العرب الجديد إن محافظة إب اليمنية سجلت أعلى نسبة من الأمراض بين سكانها من الأهالي والنازحين إليها من بقية المحافظات وعنونت الصحيفة إب اليمنية من لم يمت بالحرب حاصرته الأمراض وقالت الصحيفة إن سكان إب استطاعوا أن يبعدوا الحرب أو يبعدوا الحرب الدائرة في اليمن عن محافظتهم بالرغم من حدوث مناوشات في أطراف المدينة قبل عامين لكن هذه المحافظة لم تسلم من تدعيات الحرب بعدما أصبحت من أكثر المحافظات احتضاناً للأمراض وتضيف العرب الجديد لا يجد بعض المواطنين الرعاية الصحية والأدوية اللازمة لمواجهة بعض الأمراض المنتشرة مؤخراً أم ابتسام من سكان الريف تعتبر أن بيئة المحافظة كثيرة المطر في الصيف تساعد في تسريع انتشار الأمراض خصوصاً تلك التي تصيب الحيوانات المنزلية والإنسان معاً تضيف مرضت ابنتي مرام مراراً ولم أجد من يساعدني في أخذها إلى المستشفى في مركز المدينة إذ لا يتوفر الوقود لتشغيل السيارات ومعظم الأهالي فقراء وبعد أيام أخذتها إلى المدينة لكنني لم أجد الأدوية المطلوبة فيها عزت الحكومة اليمنية فشل محاولات المبغوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ في إحلال السلام كما تقول صحيفة الحياة إلى تعنت الحثيين وأشارت إلى دور كبير لعبه ولد الشيخ في دعم الحل السياسي وتطبيق قرارة مجلس الأمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة وإثر إعلان الأمم المتحدة رغبة المبغوث الخاص الأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في التنحي من منصبه بعد انتهاء ولايته في فبراير المقبل قال مستشار وزير الأعلام اليمني مختار رحب للحياة إن ولد الشيخ قدم كثيراً من الخطط والاقتراحات وقاد جولات من التفاوض ولولا تعنت الحثيين لا تم التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة أناطق باسم الحكومة الشرعية راجح بادي قال نحن في الحكومة اليمنية نقدر الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلها ولد الشيخ طيلة السنوات الثلاث الماضية من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وأضاف بادي أن جهود ولد الشيخ ستظل محل احترام وتقدير من الحكومة الشرعية خصوصاً أنه كاد أن يدفع حياته ثمناً لهذه الجهود بعد استهدافه من ميليشيات الحوثيين في إحدى زياراته إلى صنع تكون الانتخابات عادة لغايات تغييرية أي كل ما يصب في خانة نقد ورفض أو استمرار وتطوير أو تطوير كل مرحلة سياسية اقتصادية اجتماعية زمنية مرتبطة بفريق حاكم هكذا بدأ بيار عقيق مقاله المنشور في العرب الجريد تحت عنوان أربع ديمقراطيات عربية مضيفاً في جزء من المقال تبدو الانتخابات في أربع دول عربية في العالم الحالي غير تغييرية بالإجمال لا بل مؤسسة لأنواع من الصراعات التي ستنعكس سلباً على الناخبين في لبنان ومصر وتونس والعراق انتخابات انتخابات تختلف أولوياتها في كل دولة لكنها تقريباً مشتركة في نقطة واحدة إبعاد الملفات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية عن الواجهة لمصلحة الصراع السياسي الذي يتخذ أبعاداً مذهبية ودينية أو إقليمية أو الحرب على الإرهاب في بعض الأحيان في مصر بات أكيداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستمر لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من مارس المقبل لكن ذلك لا يعني الإطمئنان إلى مواصلة مسيرة ما بعد عام 2013 في لبنان يحاصر النظام الهش المسنود على ثلاثية رجال الدين، أمراء الحرب، رجال الأعمال كل فكرة تغييرية خارج هذه الثلاثية تهمة التخوين والتعامل مع العدو الإسرائيلي جاهزة في تونس تبدو البلاد أمام محطة جديدة من الصراع بين ماضي يجرها إلى حيث كانت قبل أكثر من أربعين عاماً ومستقبل مجهول غير واضح المعالم البلاد التي أشعلت شرارة التغيير منذ سبع سنوات ونيف تظهر وكأنها عصية على التغيير في الوقت الحالي في العراق لن يكون أمام حيدر العبادي خيار سوى التحالف مع من يعتبرون ميليشيات أو فئات خارج إطار الشرعية العراقية انتخابات الثاني عشر من مايو النيابية يفترض أن تهدي المحاربة ضد داعش انتصاراً بطعم الكمال لكن ذلك غير وارد إطلاقاً من أخبار صحيفة القدس العربي الأكثر مطالعة عنوان وزيرة الثقافة الإسرائيلية سعيدة بإخفاق بلادها في الترشح للأوسكار تقول الصحيفة أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية تنفست الصعداء بعد إخفاق فيلم لبلادها في الترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي رغم أنها لم تشاهد الفيلم يتناول فيلم فوكستروت قصة خيالية عن نقطة تفتيش تابعة للجيش حيث يطلق جنود إسرائيليون يشعرون بالملل النار على مرة من الفلسطينيين ظنا منهم أن عبوة مياه غازية بحوزتهم كانت سلاحاً ثم يقومون بالتغطية على الواقعة وتقدم الفيلم للأوسكار بعد أن نال جوائز سينمائية محلية كثيرة لكن الوزيرة المنتمية لتيار اليمين ميري ريكيف وصفت الفيلم بأنه مناهض لإسرائيل وقالت لراديو الجيش بعد إعلان ترشحات الأوسكار أنهم أنقذون من خيبة أمل مريرة وتصوير كاذب لقوات الدفاع الإسرائيلية على الساحة الدولية لكنها أضافت أنها لم تشاهد الفيلم في أخبار صحيفة البيان المتنوعة عنوان جاء من واحدة من الدول الأكثر نموا الصين تبني سكة حديدية في تسع ساعات قالت الصحيفة أنضى 1500 عامل صيني تسع ساعات متواصلة لإنشاء سكة حديدية جديدة لمحطة قطار بمقاطعة فيوغان جنوبية الصين تضيف الصحيفة عمل سبعة قطارات وثلاثة وعشرين حفارة على تنفيذ المشروع الضخم وأظهرت لقطات من موقع بير الصيني عملية الإنشاء الضخمة وبدأت العملية الجمعة وانتهت بعدها بعدة ساعات السبتة في مدينة لوجيان وقسم العمال إلى سبع وحدات كل منها مخصصة للعمل على مهمة محددة في نفس الوقت لسكة الحديد التي امتدت 246 كيلو مترا وسيكون ذلك الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد وستجري القطارات بسرعة 200 كيلو متر في الساعة على السكة الجديدة جيل الإنسرنت هل دمرت الهواتف الذكية جيلا كاملا؟ تحت هذا العنوان كتب جين توينغ مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد والذي ترجمه على الدين أبو زينة وقال الكاتب تبدو الارتباطات بين الاكتئاب والهواتف الذكية قوية بما يكفي الاكتراح أن المزيد من الآباء يجب أن يأمر أبنائهم بإطفاء هواتفهم وكما قال كاتب الشؤون التكنولوجية نيك بيلتون فإن هذه سياسة يتبعها بعض المدراء التنفيذيين في وادي السيليكون وحتى ستيف جوبز المؤسس المشارك لشركة أبل للحواسيب حدد استخدام أولاده للأجهزة التي جلبها هو إلى العالم إن ما أصبح الآن على المحك لا يتعلق فقط بكيف يختبر الأبناء فترة المراحقة فمن المرجح أن يؤثر الحضور المستمر للهواتف الذكية عليهم أيضا بعد المراحقة وفي مرحلة النطج ومن بين الناس الذين يعانون نوبة اكتئاب فإن النصف على الأقل يصبحون مكتئبين مرة أخرى في وقت لاحق من الحياة والبلوغ وقت رئيسي لتطوير المهارات الاجتماعية وعندما يقضي الأولاد وقتا أقل مع أصدقائهم وجها لوجه فإنهم ينالون فرصا أقل لممارسة هذه المهارات وفي العقد القادم ربما نرى المزيد من المراهقين الذين يعرفون الرمز التعبيري الصحيح لوضع ما لكنهم لا يعرفون تعبير الوجه الصحيح عن الشعور إنني أدرك أن تقييد التكنولوجيا ربما يكون مطلبا غير واقعيا لفرضه على جيل من الأولاد المعتادين كثيرا على أن يكونوا متصلين بشبكة الإنترنت في كل الأوقات شاهدت ابنتي الصغيرة التي بالكاد في عمر الماشي وهي تمسح طريقها بإصبعها بثقة عبر الأيباد وجربت ابنتي ذات الست سنوات وهي تطالب بامتلاك هاتفها الخلوي الخاص وسمعت ابنتي ذات التسع سنوات وهي تناقش التطبيق الأحدث الذي يشتاح الصف الرابع وسوف يكون انتزاع الهاتف من أيدي أبنائك صعبا بل وحتى أكثر صعوبة من الجهود المضنية التي بذلها جيل أمي وأبي لجعل أبنائهم يطفئون تلفزيون الكابل ويخرجون لاستنشاق الهواء النقي بياض الثلج بالإضافة لبعض ألوان الطبيعة الخلابة وبعض من المشاهد الاحترافية اتقطتها عدسة مصوري صحيفة الجارديان البريطانية ننقلها لكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم نتامع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله نترككم مع مجموعة من صحفية الجارديان البريطانية اشتركوا في القناة